اشتركوا في القناة 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 ارح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك الحمد لله رب العالمين فما قام به غيرك عنك لا تقم به انت لنفسك ابن عطاء الله في هذه الحكمة يريدنا ان نسلم الامر لله ان ندخل تحت دائرة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ارح نفسك من التدبير في هذه الحكمة تتعارض مع الحكمة الثانية الا وهي ارادتك الاسباب في الحكمة الثانية امرنا بان ناخذ بالاسباب وهذه الحكمة تقول ارح نفسك من التدبير فهل هناك تعارض بين الحكمة الثانية وهذه الحكمة التي هي الحكمة الرابعة ليس هناك تعارض في قضية اخذنا بالاسباب قالوا الاخذ بالاسباب امر جسدي امر عضلي الانسان يقوم يذهب الى السوق يذهب الى هذا امر عضلي لكن ابن عطاء في هذه الحكمة يتكلم عن امر نفسي يقول ارح نفسك من التدبير لم يقل ارح جسدك من التدبير فالقضية هنا قضية باطنية بحتة لا ترهق نفسك في التدبير فالله عز وجل هو المدبر لك والذي صنعه الله لك والذي يصنعه الله لك على الدواء لن تستطيع انت بذاتك ان تفعله فسلم لنا الامر تسلم احد الناس يذهب مسافرا مع ولده الى بلد ما وركب دابته واخذ بالاسباب حتى يصل الى مراده ولما بدأت هذه الرحلة في منتصف الطريق كسرت رجل هذه الدابة فتأفف الولد وقال الوالد لعل الله اراد بنا خيرا ثم انطلق الى ان وصل الى مكان ما فلدغ الرجل الكبير فتأفف الولد فقال الرجل الكبير يا ولدي لعل الله اراد بنا خيرا فهذا ليس باستطاعتنا ان نغير فيه شيئا هذا امر الله وامر الله دائما فيه الخير الى ان وصل الى القرية التي اراد ان يصل اليها فوجدوا ان هناك زلزالا قد دك هذه القرية فابادها بكل من فيها اذا تدبير الله لهم بتأخيرهم بهذه الاسباب كان هذا خيرا لهم ما قام الله به عنك لن تستطيع ان تقوم انت به لنفسك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان نأخذ بالاسباب لكن لا تظن بقلبك ان الاسباب هي كل شيء نحن نعبد الله باخذنا بالاسباب امر نتقرب به الى الله لكن الاسباب بذاتها بعينها لا تستطيع ان تفعل شيئا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى انه اخذ بالاسباب فجهز الراحلة وجعل سيدنا علي مكانه في فراشه وخرج صلى الله عليه وسلم ليلا واختبأ في الغار من الكفار كل هذه تعتبر اسباب لكن لما وصل الامر الى ان المشركين على باب الغار وقال الصديق يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا يخبر صلى الله عليه وسلم بلسان الوافق المتوكل المتيقن في مولاه يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا هذا اليقين القلبي الذي يريده ابن عطاء الله في هذه الحكمة يقول لك ارح نفسك من التدبير بمعنى سلم الامر لله ومع ذلك لا يقول لك لا تأخذ بالاسباب نحن نعبد الله باخذنا بالاسباب لكن لا تجعل الاسباب في قلبك هي التي ستوصلك الى مرادك نحن نشرب الماء لكن الله عز وجل احتفظ لنفسه بنعمة الري فهو المسبب لري الماء في جسدك رغم انك شربت الماء بيدك نحن نشعل النار حتى نطهو عليها الطعام لكن الله هو الذي جعل في النار خاصية الاحراق ابن عطاء الله يقول لك مهما تعددت الاسباب بالنسبة لك اعلم ان الذي ينفذ ان الذي يدبر ان الذي يسوق اليك الخير هو الله فلا تشغل ذلك في التفكير وترهق نفسك في قضية امرها بيد الله ولذلك يقول سيدي ابا الحسن الشازولي ماذا يقول سيدي ابا الحسن الشازولي يقول اذا خيرت ان تختار فاختار الا تختار لان الانسان مع اختياره دائما في الم ولذلك يقول سيدنا علي كنت اذا دعوت الله عز وجل بدعوة فاعضانيها كنت افرح بها مرة واذا دعوته بدعوة فلم يعضينيها كان فرحي بالثانية اشد من فرحي بالاولى لماذا قال لان الثانية هو اختيار الله اما الثانية اختيار الله واختيار الله دائما هو الافضل واختيار الله دائما هو الاحسن اذا اذا كان الامر بيد الله عز وجل فلا تؤلم نفسك لا ترهخ نفسك الله خلق السماوات وخلق الاراضيين ولم يعجزه شيء في خلقه اي يعجزه ان يحل لك ما انت فيه منهم ولذلك كل ما صدق الانسان في اقباله على الله وفي همته الى الله وفي انه ليس له سوى الله عز وجل بهذا اليقين بهذا التوكل يصل الى مراده ابن العضاء يقول لك لا ترهخ نفسك ارح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك وهو الله لا تقم به انت لنفسك انت ضعيف انت لا تملك شيء ما انت الا مراد الله في الارض نحتاج ان نذكر الناس بذلك وان نسلم الامر الى الله ما اجمل ان تعيش الروح في واحة ايمانية قوامها الرضا واليقين نسأل الله ان يجعلنا وإياكم من عباده اهل اليقين انه ولي ذلك والقادر عليه تقبل الله صيامكم لله رجال معارفهم وغذر روح معارفهم لله رجال معارفهم وغذر روح معارفهم قد ثبت العلم لهم سندا من نبع صوح مغرفهم قد ثبت العلم لهم سندا من نبع صوح مغرفهم لله رجال معارفهم لله رجال معارفهم ومقاصد شرع فهموها للحكم أصول معرفوها ومقاصد شرع فهموها ودريشة حق كتبوها كفت النور مجال سبب لله رجال لله رجال لله رجال منعرفوها لله رجال منعرفوها ودورت في روحة معرفوها لله رجال لتقصد شرع فهمت منعرفوها لذا لذا